يقولون اليوم مريت كبسة لحم بسكك اليوم موته إلا على طريقة سيب صلاع صار بعيوني إن شاء الله بسجل التفاصيل واني أعطي معك نعم صار سمعينا خلال التلفزيون تحياتي إليت وأشكرك رب يسلمك فيه يخليش تحياتي إليت فيما يخص كبسة اللحم قطع من اللحم نسلقها خلي نقول حبلة الظهر عمود الاستواء أو إذا نريد لحم كبار أي قطع من الكتف أو الرقبة نسلقها بباقة عطرية إضافة إلى الثوم والبصل والزنجبيل الباقة العطرية هيل عندي قرفة وقرنفول إضافة إلى أعواد ورق الغار والهيل نسلقها لمدة 35 دقيقة أحتفظ بالماء أشيل أكيد الزفرة إن وجدت باللحم أتخلص من كل المكونات وأكيد قبل ما أسلق اللحم أحمسه بدهن حر أو بسمنة حتى اللحم عندي يبقى شادد فيما يخص التمن ماتي أحتاج فلفل فلفل إلى الجزر فلفل أخضر أضافة إلى الجزر فلفل أحمر أيضا نحتاج عواد قرفة وقرنفول أيضا الفلفل الأسود نحمسهن ويبصلاية نضيف الخضار اللي ذكرناها للتتبيلة عدنا بهارات الكبسة الجاهزة أو نقدر نستعمل الكمون وبهار حلو أو السبع بهار أضافة إلى الفلفل الأسود وأكيد عندي الكركم أساسي بالكبسة أضيف قطع اللحم المسلوقة أحرك التمن مع اللحم مع الكركم أخذ الصفارة اللي أريده أكبس أطبق التمن ماتي بالماء ماتي اللي سلقنا به اللحم وأكيد ما ننسى الملح وماجي اللحم إذا ما توفر الميت السيق نقدر نستعمل ماجي اللحم وأكيد نحله بمي حار تحياتي إليج والكل هنا ببغداد